اكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب ان تصرفات ايران والنظام السوري تجاه المدنيين تشكل عارا على الانسانية ومن جانبهم اتهم قادة الاتحاد الاوروبي ايران بدعم نظام الاسد في سوريا الذي ينفذ هجمات وحشية على المدنيين وقال رئيس المجلس الاوروبي دونالد تاسكا عقب اجتماع قادة دول الاتحاد الاوروبي ان نظام الاسد يهاجم بوحشية الرجال والنساء والاطفال الابرياء وان الدعم الروسي والايراني يسمحان بذلك واضف تاسك ان الاتحاد الاوروبي يدعو الى وقف فوري لاطلاق النار لتوفير المساعدات العاجلة وحماية المدنيين